وافق مجلس إدارة صندوق الزكا على تخصيص 73 ألف دينار لسداد ذمم مالية مستحقة على 110 من الغارمات وأقر المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلاي لأسماء المستحقات اللوات طبقت عليهن شروط دفع الذمم المالية كما وافق المجلس على ترميم ثمانية منازل في مناطق مختلفة من المملكة بعد إجراء الدراسات اللازمة لها وشراء 182 رأس ماعز لتأهيل مشاريع لتربية الأغنام يستفيد منها عدد من الأسر العفيفة في مختلف مناطق المملكة مثلما وافق على إطلاق مبادرة سيتم من خلالها توزيع طرود غذائية بالتشارك مع لجان الزكا في محافظة إربد خرج المجلس بمجموعة من القرارات أهم شيء طلع المجلس على الوضع المالي والموقف المالي لصندوق الزكا بشكل عام ما الذي تم إنفاقه خلال هذا العام وما هي المشاريع المستقبلية خلال هذا العام ثم الإعداد لموازنة العام القادم تم في هذا الاجتماع المصادقة على شراء مجموعة من الأغنام لتقديمها كمشاريع تأهيلية لبعض الأسر الفقيرة والعفيفة في هذا البلد الطيب المبارك إذن تم المصادقة على استداد عن 110 غارمات من بناتين الغارمات في صباح هذا اليوم إن شاء الله سيتم خلال هذا الأسبوع دفعك جميع هؤلاء الغارمات مطلوبات لتنفيذ القضائي وسيتم الدفع عنه إن شاء الله خلال هذا الأسبوع مدى أن صادق ملس الزكا على المبالغ المخصصة